في الحلقة الجديدة من مسلسل تل الرياح يشعر خليل بالاستياء الشديد بسبب شكوكه في ولاء زينب ويؤدي هذا الشعور لديه إلى ردود أفعال قاسية مثل رغبته في الانتقام ورغبته في أن تتعرض زينب تدهور كبير في حياتها ويكشف هذا الموقف بوضوح عن الاضطراب والغضب في مشاعر خليل من ناحية أخرى زينب في مزاج معقد على الرغم من أنها تتجادل باستمرار مع خليل إلا أنها تريد أن ترى القيمة التي يعطيها لها وتتوقع أن يكون خليل معها ويتذكر هذا اليوم خاصة في يوم خاص مثل عيد ميلادها تعكس هذه التوقعات من زينب فجوة عاطفية لا يمكن حلها في العلاقة عندما يعلم خليل أنك أعطى معلومات العطاء لكاظم يصبح مسار الأحداث أكثر تعقيدا هذا الوضع لا يمثل مشكلة ثقة فحسب بل يتطلب أيضا من خليل أن يشكك في علاقاته مع الأشخاص المحيطين به في مرحلة ما أصبح حفل عيد الميلاد الذي ينظمه خليل لزينب نقطة تحول في علاقتهما زينب تعرب عن سعادتها بلفتة خليل وتشكره معبرة عن الأهمية التي تليها للأسرة والأرض والقيم ومع ذلك بعد لحظة السعادة هذه فإن المفتاح الذي أعطاه خليل لزينب يأخذ الأمور إلى مستوى مختلف تماما ذروة الصراع في العلاقة هي عندما يريد خليل إبعاد زينب عن المزرعة تنفيذا لإرادة والده من ناحية أخرى لا تقبل زينب هذا الوضع وتؤكد أنها لن تغادر المزرعة يوضح هذا المشهد مدى اختلاف التوقعات والحساسيات بين الجانبين وأخيرا لا تكشف هذه القصة الصراعات بين خليل وزينب فحسب بل تكشف أيضا كيف يؤثر الأشخاص من حولهم على هذه العلاقة يبدو أن قدرة الزوجين على حل مشاكلهما تعتمد على إيجاد حل ليس فقط لبعضهما البعض ولكن أيضا للفوضى المحيطة بهما يجب أن يكون الصدق والتواصل في المقدمة مثل الحب في العلاقات يعتمد مستقبل خليل وزينب على كيفية إدارة استيائهما ومدى الجهد الذي سيبذلانه للتعويض عن أخطاء الماضي تذكرنا هذه القصة المعقدة مرة أخرى أن الحب لا يزدهر إلا بالثقة لا تنسوا الاشتراك في قناتنا نراكم في فيديو تحليلي آخر إلى اللقاء